مجلس الحكومة يومه الخميس جوج محرام 1444 الموافق لعشرين يوليوز 2023 مجلسا للحكومة برئاسة سيد عز أخ النوش رئيسا للحكومة خصصا للتداول في عدد من مشاريع النصص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي وفي بداية أشغال مجلس الحكومة تداول وصدق على مشروع القانون رقم 27-23 بتغيير واتميم القانون رقم 18-12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل قدمه السيد خالد أيد طلب وزير الصحة والحماية الاجتماعية ويندرج هذا المشروع في إطار ترتيب الأطار المتعلقة بصدور المرسوم رقم جوج 21-854 المتعلق باختصاصات وزير الصحة والحماية الاجتماعية في 14 من ربيع الأول في 14-43-21 أكتوبر 2000 والذي خول لوزير الصحة والحماية الاجتماعية في المادة الثالثة عفوا منه الفقرة الثانية السلطة على الهياكل المكلفة بالحماية الاجتماعية المحدة بموجب المرسوم رقم جوج 14-280 الصادر في 20 مشعبين 14-35-18 يونيو 2014 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية حيث تم نقل مديرية الحماية الاجتماعية العمال المنصوصة عليها بموجب المرسوم المذكور رقم جوج 14-280 إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ويهدف هذا المشروع إلى تغيير واتميم القانون رقم 18-12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظاهر الشريف رقم 14-190 بتاريخ ستة ربيع الأول 1436-29 دجمبر 2014 حيث حتى يتسنى لوزير الصحة والحماية الاجتماعية ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل وتنص مقتضيات هذا المشروع على إسناد الاختصاصات التي أوكل القانون المشاري إليه أعلى رقم 18-12 ممارستها إلى الوزير المكلف بالشغل إلى السلطة الحكومية أو السلطات الحكومية التي ستحدد بموجب مرسوم مع إحلال عبارة الإدارة المختصة محل عبارات المديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل المختصة والمصالح المختصة بين مديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل والمدير الإقليمي للتشغيل شكرا على المشاهدة إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك